السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا دي أخبار الزمالك أتمنى الفقر بكم خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرا بالقناة ومتشكليكم جدا على دعمكم الزمالك أنهى أمس الاستعداد لمواجهة أمبي المرتقبة اليوم الأحد في الدوري قائمة الزمالك لمواجهة أمبي في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي خط الدفاع حمز المسلوسي محمود حمد الوينش محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد محمد طارق أحمد فتوح في خط الوسط محمد أشرف روء عمر السيسي نبيل عماد دونجا سيد عبدالله نمار سيف فاروق جعفر أحمد سيد زيزو مصطفى شلبي أحمد بلحاج إبراهيم انضاي وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون إيكينولا غيابات الزمالك أمام أمبي شيكابالة بسبب نزلة البردة التي يعاني منها وبالتالي لم يشارك في التدريبات خلال الفترة الأخيرة عمر جابر بسبب استمرار تأهيله بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية عبدالله جمعة بسبب استمرار تأهيله بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في وجه القدم محمد عبدالشافي بسبب استمرار البرنامج التأهيلي والعلاجي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في أنكل القدم تعرض لها في مباراة بيراميدز ناصر منسي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات السفراء فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري أمس السبت على صالة حسن المصطفى بالستة أكتوبر في ثاني مباريات الدور الربع النهائي لبطولة الدوري وبهذا الفوز تأهل الزمالك رسميا لنصف نهاء الدور الممتاز دون الحاجة للجوء للقاء ثالث حيث تقام المباريات بالنظام بيست أوف ثري أمير مرتضى المستشار مرتضى في إحدى زيارات ليج وجه إن الفريق يتوفر له كل سبل الراحة وإنه يسافر بطيارة خاصة وأتم هيبقى فيه معسكر وعندنا ثلاث ليالي كاملة وده عكس اللي بيحصل في كل مباراة أمير مرتضى إحنا بنتمنى إن الكهرباء يسدد الغرامة الفيفا والمحكمة الرياضية أنصفوا الزمالك ومش هدفنا إننا نضمر لعيب وواصل الفترة اللي فاتت اتعرض كذا عرض تسوية أو صلح وما كانش مناسب لنا ولا للجمهور النادي الضر لما اللاعب فسخ عقده وهرب وأتم أتمنى من المسؤولين الأهلي حتى لو مش طرف إنهم يساعدوا في تنفيذ العقوبة في أقرب وقت وإحنا ما عندناش مشكلة شخصية أو تشفي معاه أمير مرتضى إحنا مش بنشتغل بالقطعة إحنا عارفين إيمة سيف جعفر ويوسف أسامة ومحمد طارق وفي كتير هيجدونهم في القطاع والناس هتشوفهم الفترة الجاية ووصل إحنا مركزين مع لعبتنا الصغيرين وإنهم لازم يشاركوا مع الفريق الأول إحنا اضطرين نشتري من بره لإن ما كانش فيه رفاهية إن إحنا نحرق لعبتنا الشباب سياسة النادي الفترة اللي فاتت له للسنة العطلة إن إحنا نرجع القطاع وكل سنة نطلع سبع أو ثمان لاعبين من القطاع أمير مرتضى مش عشان سيف الدين الجزيري جاب جول في الترجي ولعب متشين ثلاثة هيتجدد له سيف كده كده هيتجدد عقده ويوسف أسامة نبيه كذلك وهيتجدد في الوقت المناسب عشان ما يفقدوش تركيزهم وأتم لما يحصل فترة التوقف هيبقى فيه تجديدات وهيحصل تعديل للعقود زي محمد صبحي لإن مستوى هيستحق نقاف معاه وإحنا وعدناه بكده لإنه بيلعب لحد دلوقتي بعقده لقديم أمير مرتضى ملف إمام عشور شبه ملف بن شرقي وطارق حامد وساسي اللي جان أعلنوا التجديد ولكن لما رجعنا النادي ملقناش العقود أصلا ولازم وقت معين يتوصق فيه اتحاد الكرة ووصل لنفس المشكلة دي حصلت أيام لجنة اللواء عماد عبد العزيز مع الشيكبالة وجنش وفتوح وأوباما والعقود دي متوصقش غير مع حسين لبيب الوقت ده كان فيه لقبطة في النادي وملقتش العقود وشدد إمام عشور على السيستم كان هيمشي في يناير أنا اتفوضت مع يحيا وكيل إمام عشور وقلت له إحنا هنديك نفس الأرقام مع حسين لبيب وهو شاف إن الأرقام دي بقيت قليلة عليه وفيه شهود على الكلام ده اللي وهو الوكيل نفسه وأكمل هو طلب نستنى لنهاية عقده وده كان هيحطنا تحت ضغط العرض بتاع ميت لاند لما جهل لنادي الزمالك جهل قبل أربع أيام وكان بمليون دولار وترفضوا بعد عدة عروض لحد ما وصلت لثلاثة مليون دولار عرضنا على إمام إنه يجدد ويخرج إعارة وهو رفض ودحقه أمير مرتضى إمام كان موجود في يناير وإحنا بنخسر عادي إمام كان شايف إن الفرصة مش هتيجي تاني وبرضو تقال هيبقى كبري للأهل والكلام مش صحيح وأرضف إمام عشور لما جبته باثناشر مليون جنيه برضو تقال إهدار مال عام ودلوقتي اتباع بتلاثة مليون دولار اللاعي بتعرض عليه يجدد وهو رفض ومن غير ما يعمل مشاكل هو قال عايز زمشي واتفوضنا لحد ما وصلنا إنها أغلى صفقة في تاريخ الدور الدينماركي أمير مرتضى أنا بطلب من المحلين والصفحات المعترضين على الإدارة وعلى إدارتي أنا لفريق الكرة ياريت يقول أنت ما تجيبش اللاعيب ده وهات مكانه اللاعيب ده لأن أرقامه أحسن ووصل أنا مش بشوف ده أنا بشوف تجريح فيه وفي اللاعبين وده مش مجال إن نرد على الناس دي أمير مرتضى أسامن به كل ما تش نسمع إشعاد إن ده آخر ماتشو برضو بيتقال فريلا مشي ورجع عشان الشرط الجزائي الكلام ده بنسمعه في الصفحات وفي الإعلام والكلام ده ما بيتسمعش معنا وشدد مستر فريلا عقده سنة ونص وإحنا متمسكين بيه لأنه ليه رصيد عندنا من 2015 ومن السنة اللي فاتت المفروض الدعم يجي في وقت التعثر لأنه إحنا كسبانين طبيعي يبقى فيه دعم إحنا متمسكين بالجهاز الفني كامل أمير مرتضى مستر فريلا عند ظروف أسرية صعبة ابن مراته اللي هو مربيه اتوفى في سنة صغيرة وده أثر عليه إحنا قلنا له لو عاوز تمشي إحنا بنرفع عنك الضغط ورتب أمورك وأكد الراجل ده نجح معنا وإحنا عارفين إمته بغض النظر إنه بيكسب أو ما بيكسبش كابتن أسامة من الناس اللي بتساعده في تتعين للجهاز بعنصر أو اتنين بدل اللي مشي الكلام ده متفق عليه من شهرين الإشعاعات دي مش بتأثر فينا وكابتن أسامة مركز في شغله وأتم أتمنى الناس تبقى وعية أكتر لإنه مش طبيعي اتنين يبقوا متخنئين مع بعضه بيشتغلوا كل يوم تمرين والمباريات مستر فريلا لحق تشكيل الجهاز وهو ما اشتكاش بقاله سنة ونص وأنا مش عارف إيه مصدر الإشعاعات ده أمير مرتضى فيه خبر طلع غلط عن شيكابالا وللأسف اتزع في القناة إنه عنده مرض في الدم ومواصل الكلام ده غير صحيح هو عنده دور برد أثر عليه بشكل كبير وخد إذن من الجهاز الفني وأتم هو ما عندوش حاجة كبيرة الحمد لله وإن شاء الله قريب هيرجع يتدرب تاني طبيعي معانا أحمد مصطفى صديق شيكابالا شيكا الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا بدأ يتعافى لكن آخر خمس أيام كانوا صعبين جدا وبينسافر معاه في كل حتة في مصر شفت فيه فرحة وتعب ودي أول مرة أشوف شيكابالا تعبان بالشكل ده وأضاف ما كانش حد عارف إيه التعب ده طلب منه الدكتور محمد أسامة إنه يعمل تحاليل في الدم وكورونا فلما عملت تحاليل دي طلعت نسبة الورم في الجسم كبيرة والنتيجة كانت سلبية كورونا ووصل إحساس الصدع والهمدان والتعب كان قوي جدا يمكن أكتر من كورونا ودلوقتي شيكابالا بيتحسن إلى حد ما ودكتور محمد أسامة قال له إن أنا مش قادر أحدد أنت عندك إيه إن أنا لحد دلوقتي مش عارف أنت عندك إيه وعلى طول شيكابالا عنده سخنية وصدع بشكل كامل ونرفز على أي حد وتابع اللي مدايق شيكابالا إننا بقى النخ عشر أيام من ماتش الترجي في تونس لحد دلوقتي مفيش حاجة نزلت بشكل رسمي من نادي الزمالك وجمهور الزمالك كان غطبان وفاكر إنها نزلت برد عادية ومفيش نزلت برد بتعود عشرة أيام شيكابالا مش متخانئ مع فريرة والإشاعات دي شيكابالا غطبان منها جدا وفريد أكلمه أطمن على حالته من ثلاث أيام وقال له إحنا مستنين نكفي التمرين واختتم نادي الزمالك المفروض يطلع بيان رسمي بحالة اللاعب لكن اللي حصل من قناة الزمالك ما ينفعش أحمد شوبير الزمالك بيتحرك إيجابيا جدا في مسألة حسام دقدو الزمالك قال إنه مش هيتقدم بشكوة وده قرار صحيح لإن المريخ هيقدم شكوة وشدد بقول لإخواتنا في المريخ القانون كويس لأن العقوبة هتبقى فردية وبقول لهم إقروا اللوايح والزمالك مستني الأمور هتمشي إزاي وأتم كان جميل أن الترجي نفسه هو اللي يعلم ثبوت إيجابية اللاعب أحمد شوبير هناك قرار صدر وهناك ظرف مغلق تم إصداره من لجنة الانضباط لمكتب رئيس الاتحاد وهذا الظرف لم يفتح إلى الآن لأن السيد جمال علام كان في حفلة قرعة البطولة العربية ووصل أنا بقول لك بالمعلومات بقى عقوبة قهربة هتبقى من 6 لـ 8 مباريات والأهل هيقدم طعن وليحق يقدم طعن خلال 10 أيام وتابع مجرد ما يتقدم الأهل بالطعن والعقوبة يقف تنفيذها فورا لحين إصدار قرار الطعن ممكن يبقى شهر ممكن يبقى يوم ممكن يبقى سنة ولكن أعتقد هيبقى في أسرع وقت يعني وأكمل الطيب لو الأهل ما عجبوش القرار هيروح لمركز التسوية طيب لسه ما عجبوش هيروح للكاس وطول ما الأهل هيقدم تظلمات طول ما القرار هيفضل موقوف وأتم اللجان ممكن تقلل العقوبة أو تشيلها خالص ولكن مش ممكن تزيد يعني بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن الديزامالي كتمنى الفقركم خفيفة على لبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة ومتشكلهم جدا على دعمكم اشتركوا في القناة